بها الأجواء احتفل حمادة هلال بإطلاق تكا تكا اللي اتصدرت الترند على تويتر بمصر فور طرحة وبكليب من إخراج ميدو عماد طهار حمادة بلوك فرش وصيفي وخلال التصوير نحن رافقناهم في الكواليس وليد منصور وعرض عليه من أربع شهور ونزلنا فعلا مقطع منه زغير بس اتأخرنا جدا في تصويرها بسبب أن احنا بدأنا في فكرة فلقينا الجرافيكس اللي بنعمله ده هياخد لسه أكتر من ثمان شهور وقلنا حرام الغنة وهتتحرق مننا خالص عملنا فكرة كده بسيطة وإن شاء الله تعجبكم الأميز ده عشان خاطر يروا بيفجع ابنه المتخاصة مع مامته في العيد ميلاد وبتاعه وعمله ألوانات كده وحركات وفكرة وجود أطفال ضمن أعمال حمادة هلال ليست جديدة فهو سبق وقدم أغنية الفارس سندق من فيلم الحب كده سنة 2007 وأغنية سبونج بوب في فيلم مستر أن ميسس عويس سنة 2012 ولكن هذا ما يعني أن أغنية تكا تكا موجهة للأطفال إحنا حابين طبعا لكل الأعمار لأن الغنوة الغنوة اسمها تكا تكا يعني أصلا فإحنا لقنا كل الأفكار رايحة في حتة صعبة شوية فقلنا إيه أقرب فكرة ممكن تبقى بسيطة وكل الناس تتفرج عليها وكل الناس تسمحها وتبقى مبسوطة بيها كان فيه فكرة جرافيكس كانت فكرة خالد مختار صديقي ده صاحب الاختراع للبدهيات في حياتي شيكو لقناها تاخد وقت كبير قوي فقلت له هنشيلها لغنوة تانية حماده والأطفال هما صحابه صحاب ابني قلت فأجيب له صحابه عشان خاطر كان مكبوت من الزعل الكتير على بابا اللي بيحبه جدا بس بابا مستهد رئوي مامتو عندها حق أن يتزعل من الأب والأب يعني خلاص خد قرار أنه يبقى تمام يعني من حبه في المفرط لابنه ويتعلمه طرق كده غريبة وهالشخصية لأي درجة قريبة من شخصية حماده هلال في الواقع مستهتر أنا لأ أنا بحاول لأنا أهرب من الحتة دي لأنه فعلا ممكن أبقى بمستهتر أوي لأن أنا ولادي مش بيشفوني كتير غير في الأوقات اللي أنا ببقى مش شغال فيها وحتى لما بابا في البيت ببقى قافل على نفسي شوية من كتر ما أنا بفكر أو من كتر ما أنا دماغي شغالة طول الوقت ما بتفصلش بس لما بابا مع ولادي أنا ما بعتبرش نفسي أبوهم خالص أنا بعتبر دول إخوات الزغيرين أصحابي ما بعرفش أسعى لحد ما بعرفش أدايق حد ما بعرفش أقول لحد لا أما يعني دي اعتبر برضه نوع من نتة بتحقق ليه طول الوقت أي حاجة هو عايز مامت ربنا يحميها ويبارك في عمرها هي اللي مسيطرة شوية والسيطرة على الأطفال كان واضح إنها ما كانت مهمة سهلة على مخرج الكليب ميدو عماد يعني هو طبعا دي حاجة بزبطها مع المساعدين بتوري يعني دي حاجة أنا بشهد لهم إن هم قدروا يكملوا اليوم مع الأطفال دي بس في نفس الوقت إحنا كلنا بنعمل ده عن حب إحنا حابين الكليب وحابين الفكرة فبنعمل ده فالتعب بتاعي اليوم مش بتحس بيه قوي قد ما أنت حاسة إن اليوم بيعادي عشان أنت مبسوطة بل بالعكس أنت عندك باور إنك تكملي أكتر وأكتر وهالباور فيها وراه سبب ثاني وهو أن ميدو لأول مرة بيتعاون مع حماد هلال أستاذ حماد هلال طبعا نجم كبير ونجحته في السينما وفي الدراما في الحاجات دي كلها يعني شجعتني إن أنا أول ما سمعت الأوديو إن ده أستاذ حماد هلال وأنا اللي هعمله دي كانت حاجة يعني حاجة كويسة جدا ليا وإن أنا فرحت يعني فرحت بالتعامل ده وزي ما أنت شايفين اللوكيشن ده مخفيف وإن أنا أول تعاون بس أنا حاسس وبيعملني كأن إحنا صحاب شان الدنيا تبقى ماشى صح مش مفوش اللوكيشن مفوش أفش مفيش حد مثلا شايف حد أصغر من حد طبعا شان أنا صغير سنن فهو بيسمع كلامي في السكريبت اللي أنا حطه بيعمل كده وشايف إن ده صح وفي الآخر هو شايف النتيجة فمبسوط بيها وهالنتيجة أيضا سعيد فيها منتج العمل وليد منصور اللي بتجمع علاقة صداغ قديمة بحمادة أه أصحاب أنا 20 سنة أو 19 سنة حمادة مريح يعني فيه ميزة هو الراجل بيقتنع وهو فناني أول ما سمعته الأغنية كانت لسه خلصنة وأنا مخلصها وهو جالي المكتب بالصدفة طيب بقولك إي ما تسمع دي قال ليه دي الأغنية حلوة تاني يوم كنا بنسجل يعني هو عملي وحتى لما جينا نعمل كليب أنا تعمدت عمله أحسن حاجة وبهالعمل شفنا مشاركة لبنت خديجة والله يا فندم دي نجمة ده أنا تحيلنا عليها عشان تجلنا من الساحل خديجة هي ووجاد عاملين هما الأبطال هو طلع ابن حمادة وهي أنتمته وهم اللي بيعملوا الجيم عشان يصلحهم على والدته وخديجة وريدي نزل لها مشالسل مع كريم فاهمي ومعها في كزمو كمان وموضوع دخول خديجة عالم التمثيل أمر ما اعترض عليه وليد وخلال كلامنا عنها خديجة انضمت للقاءنا وهالفنانة حبينا ناخذ رأيها بوجودها إلى جانب حمادة هلالة تحبيش حمادة؟ بحبه بس مش بسمعه لا يا بتسمع إنجليش يا فندم بتسمع اسمهم اي اللي بتحبيهم؟ بي تي اس كلهم يا فندم للأسف يعني